بهدف مواجهة شح المياه التي يتعرض له العراق واعتماد أفضل سبل التحكم بالموارد المائية المتاحة احتضنت العاصمة الأردنية برنامجا تدريبيا لملاكات وزارة الموارد المائية وبدعم مقدم من وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية هذا البرنامج وعد خطوة متقدمة في جهود الوزارة لاعتماد تقنيات والأسليب الحديثة لإدارة ملف المياه في البلاد على مدى عدة أيام تحتضن العاصمة الأردنية عمان برنامج تدريبي لتطوير كوادر وزارة الموارد المائية العراقية بدعم مقدم من قبل وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية لمواجهة شحة المياه والتنبؤات والإنذار المبكر إضافة إلى تقدير كميات المياه هذا يعتبر المشاريع الرائدة في موضوع مواجهة شحة المياه مواجهة فيضانات التنبؤات والإنذار المبكر تقديرات المياه التي ترد إلينا مشروع حقيقة كبير يحول كثير من الأمور المهمة التي تقوي وتنمي قابليات المراكز البحثية في وزارة الموارد المائية هذا المشروع يحتوي على أكثر من تطبيق تطبيق الأول هو كميات الثلوج المتكونة كميات الأمطار التي تهطل درجات الحرارة مناسب السدود والخزن قائمون على البرنامج التدريبي تحدثوا عن أهم المشاريع والخطط التي نفذت من قبلهم لتزويد الكوادر العراقية بالخبرات الحديثة في مجال الموارد المائية بالنسبة للخبراء واللي شاركوا في هذا التدريب من المسح الجيولوجي هو لإعطاء الكادر العراقي التقنية يعني بناء التقنية بناء البنية التحتية وخاصة إلى وزارة المياه خلال هذه السنوات من سنة 2008 ولحد الآن التعاون العراقي الأمريكي موجود مراقبة السدود والتوقعات الجوية للأمطار والثلوج ومسألة التبخير في الأراضي الزراعية وحصر المساحات المزرعة محاور وأساسية جرى الحديث فيها خلال هذا البرنامج دراسة أعماق الثلوج في حوضي دجلة والفرات الماء المكافئ للثلوج في حوضي دجلة والفرات إضافة إلى بناء موقع الكتروني لكافة البرامج الخاصة بهذا المشروع كذلك تحليل الصور الفضائية وحساب كمية التبخر نتح للأراضي والأجسام المائية والمزروعات متخصصون ناقشوا ملف المياه الذي يعد أحد أهم الملفات الستراتيجية على المستوى المحلي ومن خلال تطوير القابليات والقدرات الفنية لكوادر الوزارة أثير عادل العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر